موسيقى مساء الخير الترسيم من البحر إلى ما وراء المحيط وطاولة مفاوضاته انتقلت من رأس الناقورة عبر ممر نهر هاتسون إلى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة ومن أروقة جمعيتها العامة ارتفع منسوب التفاؤل بقرب وصول ملف الترسيم البحري بين لبنان والكيان الإسرائيلي إلى بر اليابسة وفي الأروقة نفسها تنقل الوسيط الأمريكي أموس هوكستين بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي واضعا الخطوط الزرق على بنود الاتفاق لكن لبنان لم يتسلم إلى تاريخ الأمس أي من البنود لدراستها قبل التوقيع عليها وبحسب أوصات الوفد اللبناني برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فإن الإيجابية تتقدم لكنها غير ملموسة على الورق وليست هناك أي صيغة نهائية تبلغها لبنان وقالت الأوساط نفسها إن الجانب الإسرائيلي يطرح تأجيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وفي هذه الحال سيبنى المقتضى على ما ستفرزه صندوق الاقتراع في ظل الحديث عن حظوظ متقدمة لبن يمين نتنياهو في العودة إلى رئاسة الحكومة والإمساك بمفاصل القرارات والاتفاقيات ليس فيما خص لبنان وحده بل ما يتعداه إلى الاتفاق النووي وغيره وهو رفع شعاره الانتخابي بقوله للإسرائيليين لدي رسالة مقلقة للغاية لكم وأضاف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينوي تسليم لبنان احتياطاتنا من الغاز في كاريش من دون أي رقابة أو سيطرة من إسرائيل والسيء بالأسوأ يذكر فإن نتنياهو نفسه القادم من إرث 200 رأس نووي إسرائيلي حمل ذات اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة خرائط وصور وأحداثيات القنبلة النووية الإيرانية واليوم ومن على المنبر نفسه أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده لا تنوي تصنيع السلاح النووي ولا تفكر فيه وذلك بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه وخلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفع رئيسي صورة قاسم سليماني وقال لم يقم أحد بقيادة الحرب على الإرهاب كما فعل القائد قاسم سليماني لبنان بدوره كان الشغل الأممي الشاغل أقله في اللقاءات التي عقدها ميقاتي مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وإلى ملف الترسيم حضرت الرئاسة والحكومة والأزمة الاقتصادية والكهرباء والتعليم والنزوح وتحولت الجمعية العامة إلى جمعية عمومية لبنانية فرنسية أمريكية فكان توافق على إحراز تقدم كبير في الترسيم وانتقلت مراحله من التفاوض إلى انتظار لبنان مسودة الاتفاق النهائية أو الطرح النهائي لدرسه فأما يقبله أو يرفضه وتأكيد على إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري وهو ما عبر عنه بلينكن الذي وصف رقاءه وميقاتي بالمثمر وجرت مناقشة الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار وإن شاء الله خير على حد قول ميقاتي الذي فتح باب التبرع لمساعدة لبنان من كل من هو قادر على ذلك إلا أن المجتمع الدولي الذي قادته فرنسا ذات مبادرة إنقاذية قال ساعدوا أنفسكم لنساعدكم لكن المنظومة السياسية لم تعدم وسيلة قتل بالمجان للمؤسسات إلا وجربتها على الناس من سرقة الودائع وانهيار العملة وانحلال الدولة ويأتي رئيس الجمهورية ليشكو فساد منظومة هو على رأسها أمام سفراء الاتحاد الأوروبي وفي خريف الجنرال يودع بعثة صندوق النقد الدولي بقوله إنه كان ينتظر تحقيق عدد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد إلا أن عرقيل عدة برزت من عدد من الأطراف في الداخل أخرت تحقيق ما كان مطلوبا والذي يشكل بداية لعملية النهوض الاقتصادي في البلاد لبل إن هذه العرقيل عمقت نسبة التراجع في الوضع الاقتصادي صندوق النقد مش كرم على درب وهو طالب بإصلاحات وصفها بالبطيئة الشديدة على وقع إنذار بحماية صغار المدعين بشكل كامل والاعتراف بخسائر القطاع المصرفي الكبيرة ومعالجتها ورأت البعثة في بيان جولتها الختمي أن الاقتصاد اللبناني يستمر في المعاناة من انتكاسة كبيرة بالتوازي مع طريق مسدود لعدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في أجواء يشوبها كثير من الريبة وفي محصلة اليوم إطلاق صراح عدد من مقتحمي المصارف لتحرير ودائعهم بكفالات مالية ومنع السفر بالتوازي مع قرار جمعية المصارف ابقاء أبوابها مقفلة إلى أجل غير مسمى ترجمة نانسي قنقر